نقطة تانية مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهات المختصة الجهات المختصة اللي هي إيه؟ اللي هي وزارة الشباب والرياضة هشرح لك الأهلي في مايو 2018 لما حصل أول خلاف ما بين الأهلي والمستشار توركي آل الشيخ على أسلوب التعامل وقصة عبدالله السعيد الشهيرة كان وقتها المستشار توركي آل الشيخ كتب بوست طويل جدا قال فيه أنه أنا سلمت كذا هدايا وأنه التبرعات والفلوس وأموالي وبعدها بدأت تبقى فيه تشكيك في الزمام المالية فالأهلي ساعتها تحرك وقال أنه أنا بأبرق زمتي وأنا بروح للشباب والرياضة بقولهم لو سمحتوا بعتولي لجنة وتعرف التبرعات اللي جات لنا كانت قد إيه وكام ونثبتها في ملفات وفي محاضر جات وقتها ممكن بقى نشيل البيانات بتاعة الأهلي دي ونرجع لله نشرحه وبعد كده نرجع لها تاني الأهلي وقتها اللجنة أو في الشباب الرياضة راحت أرسلت لجنة في أكتوبر بالضبط 2018 يعني بعدها بخمسة أشهر راحت مطلعة القرارات بتاعتها اللجنة قالت أن الأهلي بريء من فكرة أنه هو خد فلوس بشكل خاطئ لكن على الأهلي نقطتين أو أخذنا عليه نقطتين النقطة الأولى أنه ما كانش ينفع الفلوس ياخدوها إيد بإيد كلاعبين أو كجهاز كورة ده اللي مكتوب قدامكم على الصورة في قرار الوزارة سنة 2018 ده رقم واحد فلازم بيكون فيه ضرائب ولازم بيكون فيه حاجات مثبتة رقم اثنين أن الأهلي وهو بياخد الفلوس ديت ما قال لناش ما قال لناش كوزارة أنه خد تبرعات ولكن بالنظر وهذا يأتي في بيان الوزارة وقتها بالنظر لأن الأهلي كان في محاضر مجالس الإدارة كاتب أنه واخد تبرعات فاحنا مش شايفين أنه هو كده أخطأ مدام هو سلمنا حاجة بتثبت وقتها أنه كتب الكلام ده كتب الفلوس اللي هو أخدها من المسجر تركي أهل الشيخ مع تحذير للأهلي بعدم تكرار ذلك مستقبلا ولكن الأهلي بريء كذمة مالية ده وقتها كلام الوزارة ودلوقت الأهلي في بيانه بيقول أنه احنا كنا أثبتنا سلامة موقفنا كنا أثبتنا سلامة موقفنا ولكن عشان نرجع الفلوس دي وده موقف عجب جدا جمهور الأهلي النهاردة عشان نرجع الفلوس دي لازم بقى نستقدم نفس الجهة وزارة الشباب ورياضة نقول لها لو سمحتي عايزين ناخد بالفلوس اللي اتحطت في خزينة النادي اللي بقيت اسمها فلوس دولة مش فلوس يعني فلوس مؤسسة تابعة للدولة مش فلوس أفراد فلازم الوزارة توافق فالأهلي يطلعها ويديها للمسجر تركي أهل الشيخ من جديد شبه شوية شوية قصة مؤمن زكريا لما الأهلي حاب يطلع فلوس لمؤمن زكريا فكان لازم يستقدم الوزارة عشان الوزارة توافق فيدهروا بما أنه فيش عقد مبرم ما بين الجانبين لما الأهلي كان فسخ تعقده مع مؤمن زكريا وبعد كده حاب يعالجه هذا الخطاب نفسه وانت اكيد مش شايف وحضرتك مش شايفة يعني لكن اكيد هتصدقوني يعني لو دخلتوا عن نت هتلقوه مكتوب فيه انه القيمة المالية اللي أثبتت من جانب الأهلي من جانب وزارة الرياضة واللجنة المالية اللي راحت لقيت انه القيمة المالية 119 مليون جنيه مصري ده لغاية مايو 2018 يعني لها فترة العلاقة من أول الانتخابات لحد أول خناقة بعدها بقى حصلت قصة بيرامدز وقصة النادي وقصة الخلاف قبل الصلح وبالتالي ربما حصل دعم جديد لكن آخر حاجة معلنة كانت 119 مليون جنيه في أكتوبر 2018 عشان لو عايز تحسب يعني الأرقام اللي موجودة أو اللي الأهلي نوي يردها الفترة اللي جاية إذا وفقت وزارة الشباب والرياضة الموطة التالية كان وقتها حتى في البيان مكتوب انه 119 مليون دولت عبارة عن إيه عبارة عن مش عارف 5 مليون دولار أو 4.5 مليون دولار و7 مليون ريال سعودي فمجموعهم على بعض يعملنا 119 و500 ألف جنيه مصري بالزبط بالجنيه يعني و19 جنيه كان ده اللي مكتوب حتى وقتها تمام نرجع بقى لبيان النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر